طيب بالنسبة له هامش الربح أيضا فحص الأجسام المضادة أحد الأشخاص همس لي من جماعة المختبرات أنه بكلف دينارين و كسر ليش سعرته 15 دينار؟ 10 دينارين بكلف دينار قوستو يعني ككلفة دينارين دينارين و ربع واحد من المختبرات ترى بالمناسبة أنا بحكي عن واحد من نفس المختبرات هو اللي حكالي بكل دينار طب يعني خذوا عشان الهرات لأنا مسعر 15 دينار طب من دينارين ل 15 دينار وهو إحنا كمان الناس بحاجة أن تعمل هذا الفعص يعني أنا من الناس اللي سويته بحب أتطمن أنه والله أنا كنت مصاب قبل ولا لا طب يعني هذا الهامش برضه الكوست لما يكون دينارين دينارين و ربع قال لي يعني دينارين و ربع هذا إذا مستخدمين الإبرة هاي الطرية اللي بتروح بسكر أول شيء لما تم التسعره ما كان دينارين و إحنا سألنا عن التسعر ما كان الكتب دينارين كان بالعكس أكثر من هيك يمكن 7 أو 8 دينار فتم الاتفاق يكون 15 هبتحكي على السامو إحنا إذا بتلاحظ كل فترة عمانة من غير فإن شاء الله يعني هضع الجدول سيدي؟ إن شاء الله أأخر لأنه العائلة عنده بدون يبحث أقوله ما أخروا شوي لا هي هاي النقطة إنه في ضل جائحة كورونا الناس قاعدة مقبرة على هذا الفحص بشكل كبير أستاذ طارق يعني هاي موضوع الأسعار إحنا يمكن بالوزارة تلاحظ كل شهر كل شهر من عيدها في تسديد مصوح يعني يمكن كون تأخرنا شوي فإن شاء الله يعني سيوعاد النظر يعني هاي هيك ختمنا المختبرات بإنه بوعدنا الدكتور ندير بإعادة النظر بفحص الأجسام اللي ما فحص يأخرها شوي يومين زي الدكتور ندير لمحني يومين بالعقل كان لا بسرعا ممكن يعني يا الله وعلا بسرعا ممكن طبعا لا يعني دراسة يعادة دراسة الموضوع طبعا يعادة دراسة الموضوع ولكن يعني اللي تحدث إلي في هاي قصة إنه اليوم ناس مقبلة على هذا الفحص يعني الناس حابة تعمل هذا الفحص فمن باب التسجيع يعني برضه يعني من دينارين لعشرة مثلا ثمان دنانير ربح منيه مش مش قلال ما هو دينارين يعني مرات برجع بحكيه والفحص مش بس الكتت فحص كثير أشياء زنام أو صاحب ما عنده مختبر مستأجر عمارة عنده أجهزة طبعا ما هو بفحص كل شيء سيدي عنده ما هي كله يعني من حسب عنده ناس بشتغله فنيين عنده إداريين نحن يعني مش نتحدث على أرزاق الناس فيعني موضوع الحساب موضوع حساب التكلفة هي الى بروسيجر وإجراء أتمنى إعادة دراسته هذا الموضوع وإعادة دراسته موضوع المختبر الموجود في المطار أكيد بالتأكيد أتمنى وأنا رح أزود معليك في الكتاب الموجود لو سمع